ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير برج الميزان هنتكلم على اهم الاشياء السرق المتعلقة بالنص التاني لعام 2022 شهر ابريل بمعنى يعني النص التاني لشهر ابريل احنا بالنسبة لنا الاجواء هتبقى عاملة ازاي طبعا النص التاني بالنسبة لنا بيكون مختلف كتير من ناحية الايجابية خاصة ان الشمس في وضع معاكس لنا في برج الحمل لكن بيحصل انتقال من بعد يوم 20 فده بيأثر كتير لنا ان الامور المعاكسة في الشأن المعني كبعض تأخير تأجيل بعض الامور المشاكسة شوية الى ان كل ده بيحصل فيه حال حالة لكتير من الامور وبتصل الى نجاحات متميزة بتقدر انت تتفوق على نفسك كتير بعض التلافات بعض الامور الخاصة بتأخير كل ده بيرجع ان هو يتصلح ويبقى افضل من الاول فاذا انت في خلال الاسبوع الرابع هيبقى عندك اجواء كتير متميزة مهنيا بتتخلص من طاقة المعاكسة بتتخلص من فكرة ان الضغوط او ان فكرة ان انت تبقى بتتحمل فوق طاقتك بشكل كتير قوي لا عندك دعم حلو عندك اشخاص يدعموك عندك مواقف داعمة ليك عندك انت قوة او ارادة عليا بتخليك ان انت تتفوق على نفسك لان المعاكسة لان تأثير الحمل على الموقع موقع الشمس تأثيرها في برج الحمل على الميزان ووضع معاكس فده بيأثر شوية عليك وبيخليك ان انت تعتمد على الاخر اكتر وبالتالي والاخر يعتمد عليك فبالتالي بتبقى فيها نوع من انواع الضغوط وفيه تكاسل وفيه خمول وفيه حاجات مش هنتكلم عنها هنتكلم عن الاشياء السارة فان اذا احنا عندنا الملل والمشاكسة والاختلافات اللي مع النفس جدا والامور الخاصة به اللي هو فكرة ان انا بقى مش قادر والتعب الصحي وكل دا بيبدأ ان هو يزول النقطة التانية ان عندك فيه خبر صار حلو قوي ليه علاقة به حاجة انت ما كنتش متوقعها او يمكن تكون كنت متوقعها ولكن لم تتوقع حدوثها يعني حسس ان الحاجة دي هتحصل بس مش عارف خيف ما تحصلش فتحصل فهمني اقصد ايه فعندك شيء ايجابي انت عندك احساس انه هيحصل انه هيتم انه اه بس الفكرة كلها انك الان تقنع نفسك بانه اه عشان ما يبقاش اللي هو اقنعت نفسك بحاجة وبرضه عندك الا انه ما يحصلش فبتبقى الحاجة دي خلال النص التاني بتحصل اللي هو احساسك اللي هو الشيء الايجابي هو اللي بيحدث فده بيأثر عليك جدا جدا ان انت بتكون شخص مبسوط قوي وهتسعد كتير بالخبر الصار ده هتسعد كتير بان انت عندك اللي هو الشفافية او الاحساس العالي ده طيب الاسبوع التالت انت كمان عندك فيهم يومين حلوين قوي اللي هو يوم 15 ويوم 16 يعني لما اجي اتكلم على ان من يوم 15 يوم 16 حلوين ومن يوم 21 احلى ومن بعد يوم 16 برضو الوضع احلى ليه لان انت بالنسبة لك يا برج الميزان موقع الامر هيبقى بيخدمك كتير يعني انت عندك موقع الامر هيبقى خدمك فمش حاجة مثلا سلبية لا بالعكس خالص طيب برج الميزان فانت عندك هيكون بالنسبة لك خلال الاسبوع التالت وضع كتير ايجابي جدا جدا لو حتى احنا قلنا ان يوم 15 و 16 فيهم تعويض قوي وما بين بقى من بعد يعني من يوم 17 ليوم 20 يعني هنقول مثلا سكت كم يوم فالوضع بالنسبة لنا هيبقى حلو من ناحية وجود الامر الى ان هيبقى احلى بكتير لانك بتتخلص من المعكسة كليا ده من يوم 21 طيب فيه نقطة كتير مهمة جدا وهي ان يا برج الميزان المريخ كان في موقع داعم ليك لحد يوم 14 في برج الدالو وبعد كده هيكون بالنسبة لك الوضع هيبقى بيروح لبرج الحود فاذا المريخ بيروح للمنزل السادس منزل الصحة هنا التأثيرات بالنسبة لك ان هيكون عندك على قد ما فيه بعض الضغوط الصحية على قد ما هيكون عندك اهتمامات صحية بمعنى يعني فكرة عدم الاهتمام بنظام اكل لا هيبقى عندك اهتمام بنظام اكل يمكن يكون عندك فيه وعكة صحية بسيطة تعلمنا لا صح فنبدأ ان احنا نقول لا لازم يبقى الاكل بالنظام المشروبات بنظام حاجة بتتعبني ابعد عنها شطة او حاجة لها علاقة مثلا بكفايين مش عارفة ايه ضغطي بيبقى ايه لا كل دا ان احنا لازم نزبط نفسنا فيكون عندك دا جدا هيبقى عندك فكرة زهق من مثلا وزنة وزننا فهيبقى لا انا عندي اهتمام اوي اني اخس عندي اهتمام اوي اني ادخل عندك اهتمام بجسمك جدا جدا بعد بعد ضغط نفسي ليه علاقة بعدم تقبل ذاتنا فهيكون بالنسبة لك لا ان فيه مراحل سعي فاهميني اقصد ايه فاذا انت عندك يا برج الميزان اللي هو اهتمام كبير بالشأن الصحي اهتمام كتير بنظام اكلك نظام مشروباتك نظام ممكن يكون مثلا ادوية او نظام حاجة انت شايف ان دا طرق معالجة يعني نظام اكلك طرق معالجة نظام فبتعالج نفسك فبتحاول كتير ان انت تهتم بشأن صحي تحاول كتير زيارة طبيب فيه الاجواء دي موجودة كتير عند برج الميزان فاذا فيه اهتمامات صحية وفيه كمان اتمئنان على الصحة معنا ان انت لو عندك مشكلة صحية او حد من المقربين ليك عنده مشكلة صحية فهيكون عندك اتمئنان يعني بتطمن على حد او بتطمن على مشكلة موجودة عندك فبالتالي بتبقى خلاص عارف فكرة الامان فده موجود كتير النقطة التانية انت هيكون عندك فيه مكسب مالي هيبقى جايد كتير نتيجة مجهود قوي بمعنى اذا كنت انت شغال على نفسك في حاجة او عندك مجهود انت بتتعب فيه فهيكون فيه نتيجة ايجابية خلال الاسبوع الاخير خلال الاسبوع الاخير الاسبوع التالت برضو هيكون فيه مسائل خاصة بجهد خاصة بتعب شوية يعني فيه متاعب موجودة الى ان هيكون عندك في خلال الاسبوع الاخير فيه مكسب قوي جدا المكسب ده مالي جاي من شأن مهني وكمان عندك مكسب مالي جاي من امر قانوني اذا كان عندك امر قانوني او حاجة متعلقة بقضايا او متعلقة بيه ممكن تكون مثلا حاجة خاصة بممتلكات كان عليها مشاكل او مراس عليه مشاكل فيكون فيه أجواء لها علاقة بإيجابيات طيب فيه حاجة كتير مهمة جدا عارف لما يبقى يا برج الميزان شيء بالنسبة لك يبقى مؤلم أو موجع أو فيه حاجة موضوع موجود فالموضوع ده وجوده بيديقك أو وجوده حاجة عارف بقى الحاجة اللي بيديقك دي من الآخر كده لما تيجي زحة وتزحة بالضبط ده الموجود عندك إنه هيكون فيه حاجة ميديقك أو فيه شخص ميديقك أو فيه موضوع ميديقك بيبعد عنك بيتلاشاك أو بتيجي ليه حاجة يتلهي عنك فيها وده هيخليك إنك أنت مبسوطة لإنك هتحس اللي هو يعني أهم ونزاح أو حاجة وبعدت عني حل عني فاهمني أقصد إيه فهيكون عندك شيء أنت مش حبه شيء أو ظرف أنت مش حبه شخص أنت مش حبه بيبعد عنك أيا كان سبب البعد إيه فديها تكون نقطة كتير موجودة وتعتبر من الإيجابيات أو الأشياء تسارة لإنك هتحس براحة أفضل النقطة كمان الموجودة بالنسبة لك يا برج الميزان واللي تعتبر لها علاقة بأجواء إيجابية إنه هيكون عندك انتصار انتصار لأشخاص هم يمكن يكونوا شواء وسمعتك أو إنه هم كانوا بيتكلموا ضدك أو إن فيه حد كان بيحاول إنه يجادل ضدك بأي شكل من الأشكال إلى إن يا برج الميزان أنت هيكون عندك تصالح جدا مع النفس وتصالح قوي مع نجاحات مع تقدم مع أخذ خطوات إيجابية وده بيأثر عليك إنه هيكون عندك خطوات ناجحة تسبب ليك انتصار أمام أعدائك أمام أشخاص شوهوا سمعتك أو أمام موضوع فيه جدل عليك بمعنى إنه لو فيه حد بيعمل جدل عليك بحاجة سلبية فيه حد بيتكلم عليك كلام سلبي لأ أنت هتكون قادر على إنك تثبت إن الكلام ده غير صحيح أو إنك أفضل بكتير من كده وقادر إن أنت تدي أفا محترم لأي حد تكلم عنك كلمة وحشة أو كان عايز إنه هو إنك تظهر بمنظور سلبي برضو فيه نقطة كتير يعني عندك انتصار في الحقوق فدي نقطة مميزة كده طيب فيه حاجة برضو مهمة كتير وهي إعلان عن فرحة بمعنى برج الميزان من النوع اللي يحب إنه هو يعلن عن أفراحه على قد ما هو بيحب كتير يعني إحنا بنحب نداري جدا عشان إحنا عارفين إن إحنا لو كحينا قوحة صغيرة هنتحسد عليها لكن في نفس الوقت إنت هيكون عندك التفكير فيه إعلان عن فرحة أو فيه فرحة بالنسبة لك أو شيء صار إنت بتصعد بيه جدا وبالتالي بيكون عندك فكرة اللي هو إن أوصل أو أعلن عن الفرحة دي بشكل تدريجي فبالتالي عندك الإحساس الحلوة هو هتبقى فرحان كتير والناس فرحنالك هتبقى فرحان كتير وإنت واصل لمكانة جيدة وإن أنت بتشارك حد فيه نجاحك ده في تميزك ده فحاجة اللي لها علاقة بفرحة بالنسبة لك فإذا أنت عندك فرحة أنت مداريها حاجة أنت مداريها بتعلنها بشكل تدريجي مش بشكل كامل بتعلنها بشكل تدريجي وإنك تعلن الفرحة حتى لو بشكل تدريجي ده بيفرحك ده بيخليك أن أنت مبسوط وبيضف لك طاقة إيجابية وبيضف لك أنت طاقة إيجابية طيب فيه برضو شيء تاني بالنسبة لك مهم جدا أنت على قد ما عندك أشخاص زي ما قلت لك أن هما بيجادلوا ضدك أو أن هما أشخاص عايزين أن هما يشمتوا فيك أو أن هما بيتكلموا عنك بطريقة سلبية إلا أن أنت عندك فيه علاقات طيبة فيه الزيارات ما بينك وبين بعض الأشخاص فيه ود فيه تقارب فيه تصالح فيه أن أنت عندك القدرة على أنك تفهم أمور بشكل صحيح وتفهم أمور بشكل صحيح بمعنى أنه هيبقى عندك فكرة اللي هو أني قادر أصلح أصلح وجهة نظر متاخدة عني أو أصلح أو وجهة نظري أنا اللي أنا واخدها عن حد برضو قادر على تصلحها فقادر أن أنت تفهم الأمور بالشكل الصحيح لأن كان عندك حاجات لغبطة كان عندك فيه الأمور متضربة وفكر متضربة يمكن يكون بسبب بعض الأشخاص اللي كلامهم انتقالوا مش صحيح أو بعض الأمور الخاصة بيه عدم الفهم الصحيح لأن كانت عندك طاقة معاكسة طاقة معاكسة يعني عايزة أفهمكم أقول لكم أن ممكن حد يقول لك إيه على فكرة أنت حد كويس جداً بس المفروض تعمل كذا 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 فأنت تفهمها غلط أنه كده بييجي عليك مع أنه قال لك أنت فهمني أوصد إيه يعني عندنا اللي هو الفهم غير صحيح التصرع في الفهم سوء ظن شوية وده نتيجة المعاكسة اللي موجودة إن الحاجة بتعكس معاك في نفس الوقت إن اللي قدامك بيعكس فكره تجاهك لكن هيكون عندك الإدراك الصحيح والتصحيح مفاهيم طيب النقطة كمان الموجودة وكتير مهمة جداً لك وهي إن انت هيكون عندك فيه قوة فيه شغرة فيه تمييز فيه وضوح فيه إعلان عن حاجة يعني فيه مش إعلان عن فرحة فيه حاجة أنت باسم قوي شغرة تمييز مهني مكسب حلوة قوي فيه حاجة هتبقى على لسان الكتير بشكل إيجابي ده غير الروحانية العالية لأن عندك روحانية عالية وإحساس عالي جداً جداً أحلام كلها لها علاقة بدلائل وإشاراتها فده جزئية من الأشياء السرع الموجودة بالنسبة لك خلاله نص التاني اللي بيتجمع المعظم فيها في خلال الأسبوع الرابع بتمنى كتير إني أكون في التقوم بشكركم جداً بتمنى لكم إن اللي جاي يكون أفضل كتير برج الميزان عايزاكم تكونوا متفقلين جداً وعايزاكم تكونوا مليانين طاقة إيجابية إرموا الصعب وراء ظهركم لأن اللي جاي الدنيا بالنسبة لنا هتبقى أفضل كتير ما تنسوش اللعك وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام